بالنسبة لنا في الجمعية التونسية لنساء الديمقراطيات قاعدين نعملوا في حملة تحليسية توعوية من أجل استذار بروتوكول إضافي لاتفاقية السيداو ينص على أنواع العنف المسلط على النساء وضرورة حماية النساء من هذا العنف الذي لم يتضمن صراحة بأسناف وبالتدقيق في الاتفاقيات الدولية جميعها لذلك قاعدين نقوم بحملة في إسفاقف في سوسا في القروين في تونس في العديد من الدول الأخرى زادة فما جمعية أخرى تقوم بها من أجل أن نعملوا مناصرة وتحديد لإستذار بروتوكول يحمي النساء من العنف لأنه نعتبره هو سعى الشكل من أشكال التمييز وهو أيضا لاستضعاف النساء ولمعناها عدم قدرتهم على مجابهة هذا العنف بصفة هن نساء وفتايا